بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينقل عن لسان نوح سلام الله عليه عندما خاطب قومه بهذه العبارات وبهذه الكلمات قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه من أعظم البشارات الإلهية التي أعطيت للإنسان المؤمن وهو بأمر واحد وبفعل واحد يقوم به في هذه الحياة وهو أن يكون مداوما على الاستغفار هذه الآثار التي بيّنها نوح سلام الله عليه في القرآن الكريم وكذلك بيّنها أهل البيت سلام الله عليهم في رواياتهم المباركة تشير إلى جملة من الآثار العظيمة للاستغفار وهذه من البشارات الإلهية للإنسان المؤمن إذا أردت أن تتحصل على هذه الآثار آثار في الدنيا وآثار في الآخرة فيجب عليك أن تكون ملتزما بهذا الذكر العظيم وهو الاستغفار لاحظوا أولا قال نوح سلام الله عليه استغفروا ربكم إنه كان غفارا هذه إشارة إلى الجانب الأخروي وهو مغفرة الذنوب محفو السيئات الأمر الثاني أشار أيضا إلى يرسل السماعة عليكم مدرارا هذه من الآثار الدنيوية الاجتماعية ليست من الآثار الفردية لاحظوا نوح سلام الله عليه أشار إلى أن الذي يكثر من الاستغفار أو المجتمع أو البلدة أو القرية أو المدينة أو الدولة التي يكون أفراد شعبها أو الذين يسكنون فيها من الذين يديمون أو يداومون على الاستغفار هؤلاء الأشخاص وهذه البلدة وهذا المكان يكون من الأماكن المباركة يكون من الأماكن التي يكثر فيها الخير يكثر فيها الرزق ذلك قال يرسل السماء عليكم مدرارا يعني عليكم في المدينة التي تسكنوها في القرية التي أنتم تعيشون فيها في الدولة التي أنتم تسكنون فيها إذا كنتم مداومين على الاستغفار هذه من الآثار الاجتماعية والمجتمعية للاستغفار ومن الأمور التي تجلب البركة للمكان الذي أنتم تعيشون فيه ثم بعد ذلك جاء نوح سلام الله عليه وبين الآثار الفردية للفرد هذا الشخص الذي يداوم على الاستغفار يتحصل على آثار دنيوية فردية وخاصة به في الآية التي قبلها آثار مجتمعية في هذه الآية التي تليها آثار فردية قال أولا يمددكم بأموال مدد دائم دائم من الله سبحانه وتعالى ليس فقط مرة واحدة يعطيك الأموال لا يمددكم بأموال دائما يمدك الله سبحانه وتعالى بأموال كلما تحتاج إلى أموال تجد بأن المدد الإلهي يكون واصلا إليك يمددكم بأموال الأمر الآخر وبنين أيضا الذين يريدون الذرية والذين لم يرزقوا بأطفال لم يرزقوا بأولاد تجدون الكثير من الناس يعانون من هذه البلية من هذا الاختبار الإلهي تجد بأنه لا يرزق بأطفال لا يرزق بذرية هذا هو الدواء وهذا هو العلاج لمن يريد الذرية ويمددكم بأموال وبنين ليس ابن واحد بنين إشارة على الكثرة ثم بعد ذلك يأتي نوح سلام الله عليه ويشير أيضا إلى الآثار الأخروية يقول ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا طبعا هذه الجنات وهذه الأنهار قد تكون في الدنيا وهي إشارة ونتيجة طبيعية إذا كانت السماء تكون منهمرة على البلدة وعلى الدولة وتكون مدرارا على هذا المكان الذي يكثر فيه الاستخبار فإذا كنتيجة طبيعية كثرة الأمطار تؤدي إلى كثرة وجود الأنهار كثرة وجود البساتين والمزارع والخيرات والبركات وأيضا قد يراد به الأمر الآخر وهو في الآخرة ويجعل لكم جنات في الآخرة يعني ويجعل لكم أنهارا أيضا في الآخرة هذا كله ببركة فعل واحد فعل الاستخفار أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه طبعا سنأتي ونبين الروايات المباركة في ذلك إشارة ومضافا على ما ورد في هذه الآيات المباركة فإذا هذا هو كله بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للإنسان المؤمن المستغفر الذي يداوم على الاستخفار لاحظوا هذه الروايات التي أذكرها والتي تكون مؤيدة لما ورد في القرآن الكريم على نفس السياق الرواية الأولى وردت عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق لا يولد لي يعني يا ابن رسول الله أنا لا يولد لي أولاد لا أرزق بذرية ماذا أفعل؟ فقال استغفر ربك في السحر مئة مرة في كل يوم في السحر قبيل الفجر استغفر ربك مئة مرة وسوف يرزقك الله سبحانه وتعالى بذرية ثم قال له فإن نسيته يعني مرة عليك يوم ونسيت أن تستغفر في السحر ماذا تفعل؟ تتركه لا قال فقضه يعني أنت داوم على هذا الذكر مئة مرة في السحر كل يوم قبل صلاة الفجر استغفر ربك هذه المسبحة مئة مرة أدرها بهذا القول المبارك استغفر الله ربي وأتوب إليه كم يأخذ وقت من الإنسان؟ دقائق معدودة قد تكون دقيقتين والإمام الصادق عليه السلام بيّن وأشار إلى أنه في حال أنه نسيت قم بهذا الفعل حتى بعد السحر في الصباح مثلاً في المساء مثلاً في الظهيرة مثلاً المهم أن تأتي بهذا الذكر المبارك حتى ترزق بذرية كذلك ورد عن إسماعيل بن سهل هذه كلها إشارات إلى عظمة الاستغفار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه السلام قال له علمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة كم هذا الذكر عظيم وكم هذا الأمر الذي طلبه أمر جليل كبير لم يطلب شيئاً دنيوياً فقط لا لم يطلب أقصر يعني لم يطلب مالاً لم يطلب جاهن لم يطلب حوائج دنيوية مادية لا طلب أهم حاجة للإنسان المؤمن أن يكون مع أهل البيت أين؟ في الدنيا والآخرة يكون معهم في الدنيا والآخرة يعني مرافق لهم ملازم لهم من أصحابهم ليس فقط في الآخرة لا في الدنيا والآخرة كم هذا الأمر العظيم الذي طلبه هذا الشخص من الإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد أجابه بهذا الأمر قال له أكثر من تلاوة إنا أنزلناه سورة القدر والأمر الآخر قال له ورطب شفتيك بالاستخفار رطب شفتيك بالاستخفار يعني أكثر من الاستخفار دائماً فليكون الاستخفار على لسانك أنت في السيارة أنت ذاهب إلى العمل أنت ذاهب إلى الجامعة أنت عائد إلى البيت أنت جالس تشاهد التلفاز تشاهد مثلاً جالس مع أصدقائك دائماً هذا الاستخفار فليكون على لسانك إذا فعلت هذين الأمرين ضمنت بأن تكون مع أهل البيت عليه السلام في الدنيا والآخرة أيضاً ورد أيضاً هذه الرواية الأخرى من نفس الشخص وهو إسماعيل بن سهل وأيضاً أوردها إلى الإمام الجواد سلام الله عليه قال له أني قد لزمني دين فادح دين عظيم مبلغ كبير لا أستطيع أن أرده ماذا أفعل؟ دين فادح فكتب عليه السلام أكثر من الاستخفار ورطب لسانك بقراءة إننا أنزلنا نفس الرواية ولكن بشكل مغاير هذا يدل على أن الأمرين مطلوبين من الإنسان أن يكثر يديم هذين الذكرين المباركين أولاً يداوم على سورة إننا أنزلنا سورة القدر دائماً يقرأ هذه السورة المباركة والأمر الآخر دائماً يداوم على الاستخفار أيضاً ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه كلها من آثار الاستخفار يقول من كثرت همومه فعليه بالاستخفار بعض الأحيان الإنسان هذه الدنيا مليئة بالمشاكل بالهموم بالمصائب فمن الطبيعي بأن الإنسان يصاب بين الحين والأخرى بهموم بمشاكل ماذا يفعل؟ هل يضجر؟ هل يمل؟ هل يشكل الله سبحانه وتعالى؟ هل يعترض على قضاء الله؟ لا فعليه بالاستخفار بمجرد أن تستغفر الله الله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذه الهموم أيضاً ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ألا أدلكم على دائكم ودوائكم المرض والعلاج رسول الله كما في الروايات المباركة أن أهل البيت عليه والسلام قالوا ووصفوا النبي صلى الله عليه وآله قالوا أنه كان طبيباً دواراً بطبه ليس فقط طبيباً مادياً لا طبيباً نفسياً روحياً الذي يلتزم بتعالم رسول الله يشفى في روحه وفي نفسه لذلك هنا رسول الله يأتي ويكشف المرض ويكشف الدواء قال ألا إن داءكم الذنوب هذا هو المرض مرضكم الذنوب ودوائكم الاستخفار هل يوجد طبيب كرسول الله صلى الله عليه وآله يعطيك يشخص لك المرض ويصف لك الدواء ورسول الله ليس كحال الأطباء الباقين ليس كحال البشر تشخيصه ودوائه وعلاجه أكيد ومضمون النتيجة ليس أمراً تجريبياً فيقول هذا هو المرض وهذا هو الدواء ولكن هنا يجب علينا أن نلفت الأنظار والأذهان إلى أمر مهم جداً هل أن مجرد الاستخفار والقلب غافل وليست هناك نية حقيقية للإنسان في المغفرة وفي طلب التوبة هل هذا كافي بالتأكيد له عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى وعندما تلزم هذه المسبحة وتبدأ بالاستخفار وتعود هذه السبح الكثيرة وأنت تداوم على الاستخفار هل مجرد لقلقة اللسان كافية بدون توجه بدون صدق نية بالتأكيد له إذا أردت أن تتحصل على الآثار الحقيقية للإستخفار التي بيناها يجب عليك أن يكون لسانك مطابق لقلبك لا أن تستغفر وقلبك الله وأنت لا تملك الإرادة لا تملك النية الحقيقية للمغفرة لطلب التوبة إذا كان الأمر كذلك لا تتحصل على النتائج لاحظوا الإمام الرضا عليه السلام يقول المستغفر من ذنب ويفعله هو يستغفر ولكنه يداوم على الذنب ارتكب معصية يستغفر بعدها ولكن هو مداوم على المعصية ليست في نيته التوبة ليست في نية الإقلاع عن هذا الذنب يفعل المعصية ويستغفر وفي نيته أن يعود إليها المستغفر من الذنب أو المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه والعياذ بالله أنت تفعل المعصية وتستغفر الله سبحانه وتعالى وليست في نيتك أن تمتنع عن هذه المعاصي والذنوب أنت كالذي يستهزئ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هل الله تعالى يقبل منك هذا الاستخفار؟ لا الله سبحانه وتعالى يريد منك صدق النية يريد منك أن تظهر هذه أن يظهر هذا الاستخفار وهذا الطلب التوبة يظهر على أفعالك يظهر على جوارحك ما قيمة الاستغفار إذا كان مجرد لقلقة لسان كذلك الإمام الرضا عليه السلام في رواية أخرى يقول من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه في الرواية الأولى استهزأ بربه والعياذ بالله في الرواية الثانية استهزأ بنفسه هو يفعل المعاصي ويستغفر ويقول نعم أنا أستغفر وأفعل المعاصي أستغفر وأفعل المعاصي ولا يندم بقلبه لا يندم على ارتكاب هذه المعصية لا ينوي أن لا يعود إلى هذه المعصية لا يقول أنا أفعل المعاصي ومجرد أقول أستغفر الله سوف يغفر الله تعالى لي الله سبحانه وتعالى لا يخدع في جنته كما في الروايات المباركة فإذا إذا أردتم أيها المؤمنون أن تتحصلوا على الآثار المباركة وعلى البشارة الإلهية للاستغفار يجب عليكم أن يكون هذا الاستغفار ناطقا به لسانكم وأيضا موافقا لقلبكم ولإرادتكم نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين